الإمارات تمول الفوضى في شبوى بميزانيات ضخمة تصريح لمحافظ محافظة شبوى محمد بن عديو يؤكد مجدداً ضلوع الإمارات في حرب لا هودت فيها ضد اليمن ودولته ووحدته عبر بن عديو في تغريدات له على تويتر عن الأسف لأن الإمارات تمول الفوضى في شبوى بميزانيات ضخمة وتستغل حاجة الناس في تحقيق أطماع نفوس مأزومة مستدركاً بالقول لو أنفقت هذه الأموال في تقديم خدمات أو عون للناس لا كفتهم وفي تأكيد على أن محافظة شبوى في حالة مواجهة مباشرة مع الإمارات شدد المحافظ بن عديو أن أمن المواطن واستقراره هدف تهون أمامه التضحيات مع إقراره بأن الأشرار سيبدلون كل ما في وسعهم لزرع الفتن لأن غايتهم أن يروا شبوى ممزقة ضعيفة وتعمها الفوضى لكن كيدهم يخيب وتآمرهم كذلك أمام صمود شبوى التي قال إنها اتخذت قرارها بالسير في طريق الأمن والتنمية منذ تورطها في الهجوم الجوي المباشر على الجيش الوطني في التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي عند نقطة العلم إلى الشرق من عدن والإمارات تمضي في استغلال المساحة الممنوحة لها من قائدة التحالف في تحقيق ما لم تستطع تحقيقه بالقوة العسكرية المباشرة وسبيلها إلى ذلك توظيف العناصر التخريبية في إثارة النزاعات العشائرية وتغذية التمردات ودعم العملية التخريبية خصوصاً ضد الجيش ورجال الشرطة ينصب تركيز الإمارات على محافظتين شبوى وأرخبيل السقطرة وسط خيبات كبيرة للأمل من ضياع نفوذها في هاتين المحافظتين تحت وقع الرفض الشعبي العارم الذي لم تخضعه الميليشيات المسلحة التابعة لها من نخب وأحزمة فالسيطرة على محافظة الشبوى كانت تهدف إلى استكمال مقومات المشروع الانفصالي جغرافية ومدداً أما فرض النفوذ في السقطرة فإنه يسهل عملية اقتضام الأرخبيل في ظل انحلال الدولة وضعفها وتقاسم نفوذها من جانب التحالف ومن زرعه التحالف أو دعمه قبل ذلك من ميليشيات طائفية أو مناطقية لا ترى أبوظ بسوى الانفصال سبيلاً لنيل ما تطمح إلى تحقيقه من نفوذ دائماً على أرخبيل السقطرة بعد أن أجبرت في ربيع 2018 على إيداع إقرار ملتبس لدى الأمم المتحدة بأن ليس لها أي نوايا أو طموحات لتواجد طويل المدى على الجزيرة مقترناً باعترافها التام بسيادة اليمن عليها